السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة السالسة في مادة التشريعات. هنتكلم فيها اول حاجة عن مسئولية المهندس المعماري والمقاول عن العيوب التي يترطب عليها تهديد متانة البناء. المقصود هنا ان الضمان العشري اللي احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده ان بيكون المهندس المعماري او المقاول اللي بيقوموا بعملية البناء دول مسئولين مسئولية لسلامة البناء لمدة عشر سنين بعد تسليمه. وده ضمان حتى يتمكن رب العمل او المتعاقد معهم بعقد المقاولة من ان هما هيقوموا بعملية المقاولة على اكمل وجهه بحيث ان ما يكونش فيه اي اخطاء هتصيب المبنى اللي بيقوموا بانشاءه. وبكده يكون اه تأكد اه مسئولية المقاول ورب العمل اه المقاول والمهندس المعماري بحيث ان هما ينفزوا عملية المقاولة اللي هما بيقوموا بيها في مواجهة ضمان اه التصميم وضمان تنفيذ التصميم على ارض الواقع بالنسبة لعملية اه المقاولة. بالنسبة لعلاقة رب العمل بالمقاول من الباطن دي لازم نركز فيها كواس جدا علشان فيها بعض الكلمات ممكن لو اردوها لوحدكم ما يكونش فيها استيعاب او كده. دلوقتي كان زمان المقاول من الباطن احنا قلنا نفتكر كده برضو بشكل سريع ايه هو المقاول ورب العمل والمقاول من الباطن. رب العمل قلنا ده الملك للمشروع. المقاول ده اللي تعاقد مع رب العمل ان هو ينفذ عملية المقاولة. المقاول من الباطن. المقاول ده تعاقد مع شخص اخر او شركة اخرى اللي هي المقاول من الباطن. علشان يساعدوا في تنفيذ عملية المقاولة ويدنا مثال لها اللي هي اه الحكومة كرب عمل ان هي بتطرح بتقول ان هي عايزة تنفذ مشاريع زي بناء مدرسة او اه رصف طريق وخلافه. بناء على كده بيبدأ اه تدور على مقاول اللي يترح لها اه شروط بقى اعلى جودة واقل سعر وبعد كده لما يتم التعاقد. اه ممكن ان هو يكون في العقد المقاولة ده تم النص على اجازة المقاولة من الباطن وفي الحالة دي يقدر المقاول ان هو تعاقد مع شخص اخر او شركة اخرى اه مسمى بتاعها المقاول بيكون مقاول من الباطن. اه لانهاء عملية المقاولة في اسرع وقت. فدلوقتي بالنسبة المقاول من الباطن ده ملوش اي علاقة برب العمل لان ده مش متعاقد مع رب العمل بسم التعاقد. المقاول من الباطن عقده مع المقاول الاصلي. فكان زمان في الحالة دي كان لما بيحصل خلاف بين المقاول من الباطن والمقاول الاصلي على المبالغ المالية ومسحقات المالية. كان لو حصل مثلا تعصر للمقاول الاصلي كان المقاول من الباطن في الحالة دي بيقتصم قسمة غارمين مع باقي الدائنين اللي هم على المقاول الاصلي وفي الحالة دي كان ممكن ان هو يضيع جزء من حقه او الحاجات دي كلها. دلوقتي القانون قال ان فيه دعوة مباشرة هيرجع المقاول من الباطن على رب العمل بشكل مباشر بحيث ان هو يقتضي حقه من المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي في زمة رب العمل عن ذات عملية المقاولة. يعني ايه الكلام ده يعني دلوقتي اه المقاول الاصلي ليه عند رب العمل مسلا وليكن مليون جنيه. والمقاول من الباطن ليه خمسمائة الف جنيه او ليه مليون جنيه عند المقاول الاصلي. فيقدر المقاول من الباطن ان هو يرجع على رب العمل ويقول له انا نفس عقد المقاولة اللي اتفقت انت مع المقاول الاصلي عليه. وليه مليون جنيه عايز اخدهم منك اللي هم اصلا حق ليه اه المقاول الاصلي. في الحالة دي على طول من تاريخ الاعلان المقاول من الباطن اعلان الدعا المباشرة لرب العمل يمتنع عليه ان هو يسدد المبالغ المستحقة في زمته للمقاولة الاصلة لانه هو لو انبدأ وسددها بعد الاعلان يبقى في الحالة دي المقاول من الباطن برضو هيستوفي من رب العمل المبلغ الخاص به على القدر اللي هو سدده او على القدر المستحق له المقاولة الاصلة في زمة رب العمل بس بيشترط أن لازم يكون المبلغ المستحق للمقاولة الأصلي في زم ترب العمل عن ذات المقاولة اللي قد تنفذها المقاول من الباطن كمان كده يا جماعة بالنسبة للنقطة الليبعاديها وهي أعمال البناء ومسؤولات المهندس والمقاول إيه هي مسؤولات المهندس والمقاول من ناحية المسؤولات المدنية أو المسؤولات الجنائية أو المسؤولات التقصرية فهنا بنقول أن مناطق المسؤولية الجنائية المهندسي ومقاول البناء هي سواء كان وجود العمد أو وجود الخطأ والخطأ قائم في القانون الجنائي على أنه هو شخصي لأن مبدأ المسؤولية الشخصية أن لا يسأل الشخص عن فعل غيره فإذا ثبت أنه ارتكب خطأا شخصيا مرتبطا بخطأ الغير ففي الحالة دي هو هيسأل بالمسؤولية الجنائية أما بالنسبة للمسؤولية المدنية فمعوط المسؤولية المدنية هو العقد التعاقد عقد المقاولة اللي تم تحريره بين المقاول وبين المهندس وبين رب العمل وبالنسبة للمسؤولية التقصيرية لها شروط لو توفرت الشروط يبقى في الحالة دي بيستوجب المهندس المعماري لوضع التصميم أن هو يلتزم بمبلغ التعويض بالنسبة للمسؤولية التقصيرية في حالة أن هو مثلا التصميم بتاعه حصل فيه مشكلة أو كان غير مطابق للمواصفات هو على حسب أن هو العمل اللي بيقوم به عمل فني مقتصر على التصميم والمقاول ده العمل الخاص بعمل مادي هو اللي بيقوم بعملية التنفيذ بالنسبة للتزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هو برضو اللي احنا تكلمناه قبل كده وقلنا أن المقاول هو المفروض اللي بيقوم بعملية التنفيذ هو بيبقى ملتزم أن هو يقوم بإنشاء المبنى وتحقيق نتيجة وهي بقاء المبنى الذي شيده سليم ومتين على الأقل للمدة عشر سنين بعد الانتهاء من عملية البناء وبالتالي بيكون في مدة ضمان لأن المباني كلها أو أغلب المنشآت الخرصانية هي أصلا بتكون في البداية الهدف منها أنه هو يكون المبنى قائم لمدة طويلة جدا لأن المنشآت الخرصانية المفترض أن هي بتكون على قدر من المتانة ففي ضمان لمدة عشر سنين والتزام المقاول هو الالتزام بتحقيق نتيجة وبقاءه لهذه المدة وطم النص على ده وأكدت على ده محكمة النقط بالنسبة للوجوب التزام المهندس بالأصول الفنية في تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء وطبعا المهندس لازم يلتزم بتنفيذ الأصول الفنية ويراعي الأصول الفنية في إنشاء التصميمات الهندسية وإعداد الرسومات وتعديلتها ويلتزم بده ويأكد على أن هي متابقة لمواصفات القياسية المصرية وإن هو مش هيعفي المهندس أن الرسومات دي تكون وقع عليها رب العمل أو اعتمدتها الجهة الإدارية لو فيها أي خطأ لأن دوت أصلا مفروض أن رب العمل مش رجل متخصص في عملية إنشاء التصميمات الهندسية أو هو ممكن يكون مش فاهم إيه التصميم الهندسي ده أساسا فالمسئولية كلها بتكون على المهندس القائم بعملية إنشاء التصميم الهندسي ومش هيعفي من ده النهية الجهة الإدارية تكون اعتمدتها لأن هو أصلا الاختصاص في الحالة دي أو مناط المسئولية أو مناط الاختصاص بيكون على المهندس ده بالنسبة لعملية إنشاءه في حالة إنه هيكون أصلا هيقوم بإنشاء التصميم الهندسي فقط إنما إذا كان هيشرف على التنفيذ يبقى في الحالة دي هيسأل مسئوليتين مسئولية إنشاء التصميم والإشراف على التنفيذ بعد كده زي ما احنا قلنا في المحاضرات اللي قبل كده بالنسبة للمسئولية التقصيرية للمعماري بيكون المعماري مسئول مسئولية تقصيرية في حالات كتير منها حالة الغش ولإن إحنا في حاجة بتقول إن الغش بيفسد كل شيء حتى في فرنسا قالوا إن الغش حتى لو كان بعد 30 سنة تم اكتشافه ففي الحالة دي مش هيسقط مدة الضمان لإن الغش ده ده مبدأ بيقول إن الغش يفسد كل شيء وما ينفعش إنه هو يستفيد من الغش اللي حصل فيه الغش بقى سواء كان في مواد البناء اللي تم استخدامها كانت غير مطابقة للمواصفات غش في إنه هو ما نفذش التصميم على أرض الواقع وبناء على كده أدى له حدوث تصدعات في المباني غش في الأنواع غش في التصميم نفسه فده كله طالما هو كان غير ظاهر في حق في ساعة الاستلام فإنه هو بيكون لحق الرب العمل إنه هو طالب التعويض الخاص بي أو بمقدار الضرر الحدث للمبنى الخاص بي بالنسبة للقضاء الفرنسي ما بيعتبرش المبنى خلال فترة التشييد بناء ولكن هو بيعتبره كشيء وبيعتبر إنه هو المقاول اللي بيقوم بعملية الإنشاء هو مسؤول عد أو حارس للشيء اللي هو بيقوم بعملية البناء بالنسبة له وبالنسبة للمالك في حالة إنه هو بيشرف على عملية البناء فبيكون في الحالة دي مسؤول عن حراسة الأشياء وليس حراسة البناء إنما في مصر استقرق قضاء محكمة النقد على إن المسئولية بتكون مسئولية كحارس البناء مش حارس الأشياء بالنسبة للمسئولية المهندس واللي فاتت ديات إحنا كنا بنتكلم على رب العمل اللي هو مالك المشروع أما بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول المدنية كحراسة الأشياء استقرق قضاء الفرنسيا والمصري على إن المقاول والمهندس يسأل مسئولية حراسة الأشياء ده في فترة التشييد وقبل تسليمه إلى المالك تنعقد المسئولية إلى المقاول والمهندس على حسب الأحوال إذا كان مثلا المهندس هو بيقوم بعملية الرقابة والإشراف على أعمال المقاول وفي الحالة ديات بيعتبروا مسئولين مسئولية حراسة الأشياء وليس حراسة البناء وده بيكون راجع في حالة خطائهم في أي عملية من عمليات الإنشاء لنص المادة 163 اللي بتقول إن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض بالنسبة لمسئولية شاغل العين مسئولية شاغل العين دي في القانون البريطاني دي المقصود منها إن بالنسبة للشخص اللي هو مثلا بيشغل شقة أو حائز لشقة في عقار كامل هل هو بيسأل عن إصابة أي شخص مثلا جاي في العقار ككل القانون قال إن هو دلوقتي إن مالك العقار الكلي هو اللي بيكون مسئول عن إصابة أي شخص لو كانت الإصابة دي حدثت في السلم اللي خاص بالعمارة اللي هو خاص بيخدم كل الوحدات الموجودة أو إن هو بيزي الأسنصير مثلا إن هو خاص ببقية الوحدات كلها إنما الحائز أو الشاغل العين هو بيكون مسئول عن العين الخاصة به فقط لغير وليس على كامل العقار ده في حالة مثلا وجود سلالم متكسرة مثلا جاي حد من الزائرين بيطلع على السلم موقع مثلا حصل له إصابة ففي الحالة ديت بيبقى رب العمل أو مالك العقار ككل هو المسئول في تعويض الزائر دوت عن الإصابة إنما الشاغل بيكون مسئول عن ما يحدثه من استخدام دور للعين بتاعته أو زي مثلا حصل ضوضاء أو إزعاج للجران لهم المجاورين دي أو حصل مثلا استخدام غير سليم للعقار الخاص به ففي الحالة دي هو بيكون مسئول تجاه الغير بالنسبة للعين الخاصة به فقط لغير إلا إزا كان هو طبعا من ضمن الملاك وفيه اتحاد ملاك بالنسبة للعقار اللي هو مقيم فيه أو بيشغله ففي الحالة دي بيكون مسئول بالتضامن مع بقية ملاك الوحدات لو كان الضرر حصل بالنسبة لزائر مثلا حصل له ضرر في السلم أو في الأجزاء المشتركة بينه وبين بقية الوحدات وكده تكون انتهت المحاضرة الثالثة في مدى التشريع